أفعي دكتوري الفكرة أن القصص يعني مواقف دي كلها هي أكتر من جانب يعني في طفل أو مراهق لما يقع في مواقف زي ده يتخيل أنه أهله أو أبو أو أمه مش مسندينه مش وقفين معاه مش فكرة أنهما وثقين في قراراته وروح تصرف وانا قابل ده فده بيتطلب خطوات قبلها في نفس الموقف برضو يعني أنا أتذكر مثلا كتير جدا بتبقى في مواقف مثلا أهلي خدوها وأنا مكنتش موافقة عليها برجع دلوقتي أقول لا كان عندهم حق لما خدوا الموقف ده وخدوا القرار ده كان عندهم حق كان فيه حاجة أنا مكنتش شايفاها إمتى أولياء الأمور يبقوا عارفين أن أنا بأخذ القرار السليم حتى لو أولادهم شايفين أنه قرارهم مش أسلم حاجة أو مش أفضل اختيار لهم وإمتى اللازم يسيبوا القرار للولاد النتيجة بالنتائج أنت بتقنية لأدامك بالنتيجة جمعا أنا هنعمل 1-2-3-4 النتيجة كذا هتعملي 1-2-3-4 النتيجة كذا عايز أني واحدة فيه تاني حطيته في الاختيار بطريقة غير مباشرة كل الأشخاص مؤهرة للاختيار داكتر أي بني آدم له حق الاختيار ربنا اداكي حق الاختيار طبعا 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 لكن أنا أتكلم من المؤهرة حسب التجربة وحسب العمر وحسب حاجات مواقف كثيرة أنت الأم وأنت الأب أو البيت فيه أب وأم أو أم أم الوحدة أو أب الوحدة بس هو بيزرع في ابنه أو بتزرع في ابنه أنك أنت لازم تبقى مختار ما تبقاش مجبر الإجبار يبقى أنت بتكساري إرادته وإرادته ما بقاش عنده إرادة يبقاش بلا إرادة يبقى مسيس يعني أي حد حيقولك إنما يا ابني تعالى هو دا خد يمينك كده ويمش ورايا دا ممكن أي حد يلعف دماغه بس لما تعاودي ابنك إن دماغك لازم تبقى تشتغل وتفكر النتيجة الأصلح ليا إيه؟ هو دا الأهم تي الطريقة اللي أنا بواحد يتعامل فيها مع ولاده النمرة دات في الامتحان زي الزفت جبتها طب تماما فيه نوع فيه رد فعل يقوم واحدة الست تقوم مش شرده حاله ومسح بيه كرمت كرمت الأرض وفيه واحدة تانية تقول طب تعال نشوف حيثيات الرقم دا جي ازاي؟ انت قلت أنا هزاكر وأنا هعمل وهسوي طيب آدي النتيجة يبقى أنا لما أقول أقول واحد اثنين ثلاثة النتيجة بتبقى كده اللي تعايز أن يفيه طبعا ترجمة نانسي قنقر